مساء الخير أصدقائي تحياتي للجميع مجموعة هامة جدا من الأنباء رح نتناولها بهذا الفيديو أولها مشكلة غلاء شهادة القيادة يتم الآن طرحها على الرأي العام تكلفة شهادة القيادة الآن تتجاوز الخمسة آلاف يورو يعني بأقل حد وكثيرين يدفعون أكثر بسبب الرسوب المتكرر شركة أو نادي آديات سيل السيارات بألمانيا تقول عن الأسباب الحقيقية والحلول لجعل شهادة القيادة تكون أرخص كيف ممكن أنت توفر بتكلفة شهادة القيادة الأسباب اللي تخليها تكون غالية أول شيء هو الارتفاع العام بالأسعار أو التضخم تكلفة الوقود صيانة السيارات صارت أغلى تؤثر على تكلفة تعلم القيادة والتطور بحركة المرور مثل ازدياد وسائل النقل الجديدة مثل الدراجات الكهربائية والسكوترات وظهور مسارات جديدة للمركبات مثل مسارات مخصصة للدراجات والمشات والسكوترات يلزم اللي يعمل تدرب بأن يدفع أموال إضافية ثالثا التطورات بتكنولوجيا السيارات تخلي الطالب أو من يريد أن يتعلم القيادة يعني يمر بشي تريس كبير يواجه تعقيدات كثيرة بالأجهزة الموجودة بالسيارة ليس مثل السابق فقط يعني مكابح وبنزين وقطغيبة والأمور سهلة تكون جدا كيف يمكن توفير المال بالحصول على رخصة قيادة هذا شي ضروري جدا كثيرين يعلمون عنه بألمانيا أولا التركيز على التعليم الفعال إتمام الدروس النظرية والممارسة أو الدروس العملية بأكثر وقت ممكن قبل الامتحان حتى يتجنب الشخص نصيان المعلومات واللي يحصل الآن هو العكس ينجح الشخص بالامتحان النظري بالبداية يعني الامتحان اللي تسوي بالكمبيوتر بش تقاسم في كيس آمت ويأفلس الشخص أو تخلص أمواله فيجمع أموال أكثر حتى يعمل ساعات قيادة والآن يعني ساعات القيادة مكلفة جدا فتكون الفترة بين الامتحان العملي والنظري بعيدة جدا فينسى الشخص يعني بعض العلامات اللي تأدي إلى رسوبه وكل رسوب يكلف 600 يورو بالامتحان العملي ثاني فقرة مهمة جدا دائما ننصح بيها قضاء بعض الوقت بالتدرب على القيادة مع العائلة بساحة التدريب وبكل مكان هناك ساحات مخصصة لقيادة السيارات للمتدربين تابعة بعضها لآدي آتسي تقريبا 10 يورو فقط تدفع للساعة ممكن يعلمك هناك الأب أو الأخ الزوجة أو الزوج وهذه أهم فقرة للتوفير لأن بساحات القيادة توجد حتى علامات مرورية ويمين قبل يسار يعني لأجل التدريب ثالث فقرة مقارنة الأسعار ابحث عن الأسعار الأرخص بمدارس تعليم القيادة رابعا الاستعداد الجيد قبل الاختبار حتى تتجنب تكلفة إعادة الاختبار لازم تتأكد من نفسك هل أنت جاهز هل أنت يحافظ مثلا كل الدروس لأجل أداء الاختبار الموضوع التالي أصدقائي قطع المساعدات الاجتماعية عن فئة من اللاجئين ألمانيا هي أكثر بلد بالاتحاد الأوروبي يدفع كم أكبر من الأموال للاجئين وطالبي اللجوء وهذا شيء قالته السياسية الصاعدة الجديدة وهي زعيمة حزبها الجديدة طالبت بوقف تقديم المعونة المالية لطالبي اللجوء الذي تم رفض طلبات لجوءهم وقالت أن استمرار الحكومة الألمانية في دفع نفس المزايا للاجئين بعد الرفض هو أمر غير مضرر لدافعي الضرائب ويجب أن ينتهي هذا الشيء يعني تريد تقليل الأموال اللي يتم دفعها من السوسيال إلى طالبي اللجوء وأضافت أن غالبية طالبي اللجوء ما يحصلون على اعتراف بوضع اللجوء أو يعني ما يحصلون على إقامة والذين يأتون إلى ألمانيا يعني النسبة كبيرة منهم يتم رفضهم وأشارت إلى أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي اللي تدفع مبالغ كبيرة لطالبي اللجوء المرفوضين وتبقيهم على أراضيها بدون أن تعطيهم إقامة ووصفتها بأنه يعني انفاق أكبر للأموال طبعا وصل أكثر من 54 ألف طالب لجوء إلى ألمانيا في شهر ينوى وفبغوة شهر واحد واثنين من سنة 2024 وحسب ما تقول الصحف الألمانية هذا اليوم فقط 45% منهم تم إعطائهم الإقامة والباقين تم رفض طلبات لجوءهم الموضوع التالي أصدقائي اليوم تقرير صادم نشرته صحيفة بلد نقلا عن جهات مختصة يفيد بأن شيء ما يحصل الآن للمطاعم وهو ارتفاع حاد بعدد المطاعم اللي تعمل إغلاق وتعمل إفلاس ويعني ينتهي كونها مطعم لغلق أبوابها وتشير التقارير إلى ازدياد عدد حالات الإفلاس بالمطاعم خلال العام الأخير يعني بسنة 2023 زادت حالات الإفلاس بنسبة 27% بالمقارنة مع العام الذي سبقه 2022 ويقول الخبراء أن سنة 2024 رح تكون أسوأ سنة بتاريخ المطاعم الألمانية بالنسبة للإفلاس والإغلاقات المطاعم حسب قولهم فإن أهم أسباب الإفلاس وإغلاق المطاعم هي ارتفاع سعر المواد الغذائية وسعر تكلفة الإيجار وسعر الطاقة وآخر سبب أتى بشكل محطم وهو ارتفاع قيمة ضريبة القيبة المضافة من 7% إلى 19% في 2024 وهذه الأسباب ستضع المطاعم أمام خيار صعب جدا وهو رفع أسعار الطعام اللي حيخلي عدد الزبائن يقل وبالتالي الواردات تتقل على المطاعم ويعني تضطر للإغلاق للأسف فقط نوع واحد من المطاعم يصمد أمام هذه التحديات وهي سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة اللي تبلغ قيمة أسهمها مليارات اليوروهات والدولارات مثل مكدونالد بوغا كينغ وغيرهم هذا هو شيء سيء لأن هذه المطاعم تقدم طعام يعني ما بيقيمة غذائية طعام غير صحي بينما المطاعم اللي تقدم طعام فريش سواء المطاعم العربية التركية أو الإيطالية أو غيرها تعاني مصعوبات كبيرة الموضوع التالي أصدقائي أول دولة بالعالم تصعب جنسيتها على المسلمين فقط وتسهلها على إتباع الديانات الأخرى اليوم تم الإعلان بالهند عن أول قانون مثير للجدل تم وصف بأن قانون يعمل تمييز على الأجانب المقيمين هناك فحسب القانون كل أجنب يتقدم بطلب الحصول على الجنسية الهندية وديانته هندوسية أو من الجانيين يسمى أو البارسيين أو البوذية أو اليهودية أو المسيحية يتم التساهل معها بسبب القانون حصلت مظاهرات كثيرة بالهند نظمها مسلمين ضد هذا الشيء والمعارضة الهندية الآن تتهم الحكومة هناك بأنها تستغل التمييز ضد المسلمين لأجل الفوز بالانتخابات وحسب وسائل إعلامة ألمانية فإنه بسنة 2019 اقتحم قوميين هندوس قرية مسلمة بشمال دلهي وقتلوا 53 شخص من المسلمين هناك بعدها صارت توترات عرقية بين الهندوس والمسلمين بسبب هذه التوترات تحاول حكومة الهند أن تلاعب مشاعر الهندوس بهذا القانون من أجل الفوز بالشعبية والانتخابات القادمة الموضوع التالي أصدقائي الصيدليات بألمانيا تحذرنا طبعا تعاني ألمانيا من نقص حاد بالأدوية ويتم تسجيل حوالي 20 مليون حالة عدم توفر بالأدوية المهمة بالصيدليات السنوية يعني 20 مليون مرة يذهب شخص إلى الصيدلية يقولون له عذرا الدول اللي كتب الكيات الطبيب غير موجود عندنا حاول مع صيدلية أخرى تشمل الأدوية الأكثر وتضررا مضادات الحيوية خاصة اللي تمنح للأطفال أدوية السكري أدوية السرطان وأدوية ضغط الدم يرجع سبب نقص الأدوية إلى عوامل منها اعتماد كبير على الانتاج بآسيا ويتم تصنيع ثلثي الأدوية المستهلكة بكل أوروبا حاليا بالدول الآسيوية مما يجعل أوروبا عرضة لاضطرابات سلاسل التوريد ثاني فقرة انسحاب الشركات المصنعة للأدوية من السوق الأوروبية بسبب أن الشراء من آسيا يعتبر رخيص جدا فالشركات بطلت تصنع هنا وخسرت المنافسة واتخذت الحكومة الألمانية بعض الخطوات حتى تكافح نقص الأدوية فعملت أولا إنشاء نظام انذار مبكر لنقص الأدوية وتلزم الشركات المصنعة بتخزين بعض الأدوية الأساسية لطرحها بحالات النقص وثالثا نشر قائمة بالأدوية ذات الأولوية القصوى في حالات الطوارئ الصياد اللي عندهم رأي آخر يقولون كل هذه الإجراءات ما تنفع ويقولون السبب الرئيسي اللي يجعلنا نقول للمريض آسفين دواءك غير موجود عندنا هو أن التأمين الصحي ما يعطينا حق بأن نعطي المريض دواء بديل مضاد حيوي نفس المادة ولكن من شركة أخرى فيفرب علينا من التأمين يعني دواء معين لا يجب أنه غيره وطالب منظمات عديدة بأن ترجع أوروبا للتصنيع وأن ينتهي الاعتماد على الدول الآسيوي هذه مشكلة يعني متشعبة بدينا نحس بتأثيراتها بعد وباء الكورونا موضوع التالي أصدقائي موضوع ملفت للنظر مطلوب جواسيس للعمل بألمانيا يطلق الآن جهاز المخابرات الألماني بي أن دي بوندس ناخرش دينست حمل إعلانية ضخمة لجذب عملاء جدد عميل سري يعمل عندهم من بين ما يريد أن يتم جلبه خبراء بيتكنولوجيا المعلومات وخبراء تشفير ولغويين وجواسيس وخبراء بالأمن السيبراني تأتي الحملة اللي عملتها البي أن دي تحت شعار كم دا هنتا يعني وسائل الإعلام الألمانية نشرت خبر بعضوان شبيوناجا قسوخت يعني مطلوب جواسيس للعمل كم دا هنتا هي يعني تعال من خلف الكواليس من جوا لي جوا تهدف لجذب انتباه الأشخاص اللي يرغبون بالعمل في مجال مثير للاهتمام وضي صلة مباشرة بالأمن القومي الألماني الحملة اللي تم عملها الآن تشمل إعلانات على ملصقات كبيرة ووسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع يوتيوب ويبحث البي أن دي بوندوس نخرش دينست عن ألف موظف بكل سنة الآن عندهم نقص بالموظفين يقولون نحن نعطي رواتب عالية مميزات كثيرة وتعمل بمكان مثير الاهتمام وحساس ويريدون خبراء بالآي تي وخبراء بالتشفير واللغويين وخبراء الأمن السبراني محللي معلومات وعملاء سريين ويقولون أن رواتبنا تنافسية ونعطيك فرص للتدريب والتطوير المهني ويعد العمل بالبي أن دي بوندوس نخرش دينست فرصة كبيرة للمشاركة في حماية ألمانيا من التهديدات الخارجية طبعا هذا الإعلان الوظيفي شبيوناجك يسوخ تعطيك فكرة عن أن مشكلة نقص العمال التخصصية بألمانيا وصلت يعني لمدى بعيد جدا فالإعلانات الوظيفية صارت بهذه الطريقة فلذلك فرصة لمن يقدم على العمل بالبوندوس نخرش دينست أو بالاستخبارات الألمانية واللي يقدم وينقبل ليراسلني ويخبرني بهذا الأمر حتى نحتفل معا هذا الموضوع صحنا للنهاية شكرا لكم مع السلامة